بالحق وأنت خير الفاتحين أنا اسمي حسان موافي أستاذ فلأسر العيني طب حالة عارقة هو اللقاء مش هياخد 7-8 دقايق هقولكو خليها بقى مرة ثانية فهي كل الحكاية 5-6-7 دقايق اللي ما يقولش بعديهم سبحان الله يبقى جحت اللي يقول سبحان الله كان قبل ثورة 25 يناير كان آخر معرض كتاب عملتر الزيار فلقيت كتاب 1000 صفحة خلي بالكم الأرقام 1000 صفحة مكتوب عليه وطر الماء كتاب طبي وبعدين مسيكته كده 1000 صفحة هيكتب ايه في الماء يعني ده يعني الماء كلها عندنا في كتاب أمراض بطنة 30-40 صفحة لقيت الكتاب بـ 500 دولار فقعدت متردد أشتري الكتاب واللي خسرت الـ 500 دولار والآخر غلبتني الشهوة العلمية اشتريته أعدت 3 شهور أقرأ خلي بالكم الأرقام أعدت 3 شهور أقرأ الكتاب بيتكلم على ايه دلوقتي أنا بشرب كوباية شاي حطيت فيها حي قالت تعلموا أن الماء موت اللي حصل في الشاي يحصل في جسمك شربت كوباية مية دخلت على الدم هتخفف كل حاجة أنا عندي صوديوم في الدم خفف رحت في دهية بوتاسيوم جولوكوز كالسيوم كل ده هيخفف كوباية مية الكتاب يتكلم على ايه على 16 طريقة أن الجسم لا يحتفظ بالماء المخ فالقلب فالكبد فالكلا أربع عضاء في الجسم والله أعلم بعدك شوية حيطلع فيه ايه تاني أربع عضاء مسؤولين الكوباية اللي شربتها لازم تنزلها يعرق يا بول يا في النفس بخار ماي إنما يا لا يحتفظ الجسم بالماء والدليل اللي عنده هبوط في القلب رجليم والرام قد كتب خدوا الماء ومعرفش خركها اللي عنده تلايف كابت عنده استثقة خد ماء ومعرفش خركها اللي عنده فشل كلوي مورم بنشيل منه الماء بمكنا معرفش خركها وبرضو جزء في المخ مسؤول على إن الماء تخرج خلصت الكتاب في 3 شهور أنا ما بخلص كتاب بسجد لله شكر إنه فهمته فزجدت لله شكر ولقيت المغرب بيه ده نزلت أصلي المغرب في المسجد أقسم بالله العظيم لقيت الرجل الإمام اللي بيئمنا قال الكتاب كله فاربع كلمات كتاب كله وأنزلنا من السماء ما فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين الألف صفحة اللي الرجل بيتكلم عليه على الخواجل فاربع كلمات في القرآن فآمنت بالله إن القرآن ده صعب جدا وسألت نفسي سؤال ليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقى الرسول ما كان شاعر في تفسير القرآن